السلام عليكم السلام عليكم عليكم سعى الله أعود أسأل حكم تحديد اللحية أو تخفيفها ومضلعين أثناء الصلاة ومعنا رتقا أما تحديد اللحية فالذي ورد فقط عن علمائنا بعض الصحابة كان يقبضوا على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة ابن عمر ومن العلماء اسبر ومن العلماء من قال يأخذ الشاز المتطير أيضا يعني فيه اللحية نزلة واحدة شازة طلعا منش عارف لا عليك قصها أما معنى أما عن تغمض العينين في الصلاة فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض العينين في الصلاة أما ردقا ملتسقتين ردقا ومنهم قولهم المرأة الردقاء ترد بالعيب ما معنى المرأة الردقاء ترد بالعيب عيب عند النساء ما تخل العضو مزدود ترد بالعيب نحن نحن السلام عليكم نحن نحن نحن